اهلا بكم الحلقة جديدة الان هذا فيديو جديد النهاردة كنت سنتحدث عن علاقة التلابة تماما فادينا شخص اهم عيوب الابراغ الن gjort بدلا عندما اعتبر كل واحدون على عهلX او معجب بيه او في علاقة معي فأم ترايم تو ساپورتي وبحاول اساعدكم طيب هنبتدي الابراج من البداية بس بصوا فيها عيوب ممكن تبقى مشتركة ما بين كازابورج برضو هنوه عنها يعني مثلا ممكن هتبقى فيها عيوب بتبقى موجودة في كازابورج فحاول ان انا اجمع الصفات او العيوب المشتركة مع كازابورج طيب فالنهاردة هنتكلم عن العيوب خليونا نبتدي في برج الحمل الناري طيب برج الحمل الناري اولا ما بحبه جدا واي حد بتراني ازا ما هيعرف ان برج الحمل من الابراج المحببة والقريبة الى قلبي الا ان من اهم عيوب برج الحمل ان هو متهور او متسرع مندفع يعني بيقتحم كده على طول ولما بتعصب ممكن يعمل اي حاجة متهورة برج الحمل عصبيته وحشة جدا جدا وعصبيته بيبقى عدواني شوية يعني الحمل لما بيبقى متعصب مش بياخد باله من تصرفاته مش بياخد باله من ردود افعاله فممكن ده يخليش الى حد ما عنيف فبرج الحمل لما يتعصب ممكن يعمل حاجات كثيرة جدا يزعل عليها بعد ما يهدى ويجي اعتذر بس احيانا بيبقى الاعتذار قد فات اوانه لان هو ممكن يخسر الناس كثيرة جدا في تهوره واندفاعه ويعني كده يعمل احترس من عصبيته واندفاعه وتهور برج الحمل لما يكون متعصب او متدائل الحاجة كمان الممكن ما ينفعش ناخفالها عن برج الحمل موجودة فيه جدا ان هو برج الحمل من نوع اللي ما بيسيبش حق يعني هقول ايه ان هو بيشيل شيال شوية يعني مثلا انت لو دايقت برج الحمل او عملتله حاجة تزعله او جيت عليه هو مش من الابراج اللي بتسمح على طول لا هو من الابراج اللي هيفضل شايلهلك بالرغم ان هو برج طيب جدا على فكرة وجدع وإحنين وكل حاجة بس هو نووي 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 تقابل الحمل تلاقيه بيسيب حقه في عيب بس انا مش بشوفه عيب قوي برضو بس برج الحمل بيحب دايما ده موجود في الحمل وموجود في الاسد اوكي يعني ده عيب مشترك بيحب الظهور قوي يعني هو ما يحبش يكون شخص عادي ما يحبش يكون شخص كده بيمر على الناس مرور الكرام فهو بيحب الايجو يعني عنده شوية ايجو بس هو مش مغرور خالص بس بيحب الظهور يعني مش زي الاسد الاسد ممكن يبقى فيه اتكت ايجو اكتر او فيه حتة غرور لا الحمل متواضع جدا بس هو بيحب يكون واضح كده يحب يكون مميز يحب ناس تتكلم عنه يحب كده يبقى شوية شوية الحمل اوكي طيب نيجي بعد كده على برج التور الترابي من اهم عيوب برج التور الترابي العند القاسي برج التور ممكن يبقى بيعشق حاجة وبيحبها وعايزها جدا بس وانس انه هو قرر العند مفيش اي حاجة هتقف قدام عند برج التور يعني انت لو بتفكر تقف في العند او التعند قدام برج التور اعرف ان انت خسران يعني خسران التور ميفعش تاند معي لان هو عنيد لدرجة غريبة والتور من الابراج اللي لو خد قرار حتى لو غلط وهو متأكد وعارف ان هو اخد قراره غلط نوه يرجع فيه هو مبيرجعش تاني هو قرر مثلا لو هو في علاقة او في زواج واختوبة وهو بيعشى الطرف التاني بس هو قالك انا ماشي او انا قررت الرحيل اذا ما فهي خلاص حاجة فاصلة هيمشي ومش هيرجع التاني كمان من عيوب برج التور ودي هتبقى مشتركة مع ابراج هقولكو عليها بعد كده ان هم مش بيبان مشاعره يعني تور ممكن يكون بيحبك قوي وفي مشاعر قوية جدا جدا بس همش هيقولك وهتبقى هتتجنم وتعرف هو شخص صامد جدا وكتوم فهتلاقي بيكتم مشاعره بيكتم احاسيسه احاسيس الحب احاسيس الغرام احاسيس العشق احاسيس الغيرة هو مش من الاشخاص اللي بتعرف تباين مشاعرها مش بيعرف يبريزنت مشاعره ممكن يباينها لك في كلامه اه في افعاله اه اما كلام مش بيعرف يقول كلام حب بقى او رومانسية وحاجات كده بالرغم ان الطور رومانسي جدا جدا انا هعتبره من اكتر الابراج الترابية رومانسية بس هم مش بيكلم كتير عن مشاعره بيعرف يتحكم في مشاعره تحكم غير طبيعي يعني بيعرف يتحكم في مشاعره تحكم قوي جدا جدا فهو من انواع الابراج اللي هو تلاقيه كتوم وساكت وهادي وما بيبينش مشاعره صعب ان انت تتفى مشاعر بورج الطور طيب بورج الجوزاء من اكتر عيوب بورج الجوزاء وهو الاسدواجية الجوزاء شوية مودي يعني مودي ده ازاي بقى معايا انا بحب بورج الجوزاء اعرف اكترا الجوزاء صحابي قوي انا يعني اعرف اكون صديقة جيدة لبورج الجوزاء بس مشكلتهم ان هم يعني ايه بيغيروا ايهم سرعة جدا هم نفسهم مش عارفين عايزين ايه فبالتالي بيبقوا متعبين للبارتنر بتاحهم او للشخص اللي معاهم لان هم متغيرين جدا ملولين اوي بيكرهوا الروتين بيكرهوا الملل بيزهقوا بسرعة جدا جدا ودي برضو صفة مشتركة مع ابراج تاني بس هو سوبر مودي مزاجي جدا عنده الزواجة عنده كزا شخصية جوزاء عنده شخصيتين فعلا عنده شخصيتين شخصية وعكس بعض الشخصيتين عكس بعض اوي اوي فالجوزاء من الابراج اللي سهل 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 ان هي تزهق وتسيب مش اقول بياع بس هو مش عاطفي شوي يعني الجوزاء مش من الابراج الرومانسية لا هوا مش عاطفي بالعكس يعني هو ما بيعبرش عن مشاعر ومبقولش كلام يعني هو مش رومانسي مش شخص رومانسي خالص ااا بس لما بيحبي بجده بيبقى رومانسي كمان الجوزاء موعيد وماتاخدش من الجوزاء موحيد لو خدت من الجوزاء موعيد اعرف ان انت الموضوع فشل معيك يعني نه ايه تعتمد على برج الجوزاء في ان انت تاخUnis معاده وتمشي على المعدة يعني الجوزاء فاشل جدا في موضوع معي قولولي يا جماعة انتم مش شايفين الحاجات اللي انا قلتها دي موجودة فيكو بتتفقوا معيها ولا لأ معاملوا منشل لصحابكو اللي بينتموا الابراج اللي انا اتكلمت عليها طيب ندخل بعد كده على برج السرطان السرطان دراماتيك دراماتيك يعني موضوع يبقى صغنطوت ومشكلة صغيرة لو بيكبرها 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 ويقبقى ودراما بقى ودراما كينج ان كوينز هنا هقولهم وده موجودين في برج السرطان في برج تاني وما بيقطعوا بعض في المنافسة الصراحة فالسرطان مع انه طيب وحنين وجدعان قوي وصبورتف وبيحبوا الخير وانسان كده السرطان شخص انسان الا انه هو حساس لدرجة متعبة يعني السرطان حساس بالزيادة فممكن تبقى هو انت اقولت له كلمة بسيطة فهو بيفضل يكتم جواي يكتم هو مش من ناعية الابراج اللي بتاكسبراس او يقوله هما متداقين من ايه لا بيقعد يكتم هو انت متعرفش انت في ايه مالك مفيش فقعد يخز ان يخز ان يخزهم فجأة ينفجر فهم الابراجل هقوله علي نكاديين شوي يعني امصاري في الكلمة ومش عادي حد يزعل مني بس هما دراماتيك ونكاديين سنة يعني طيب بعد كده هندخل على برج الاسد انا برج الاسد يا جماعة مفيش عمار قلاء اللي باتفق معاهم مع برج الاسد طيب برج الاسد من اكتر عيوبه اللي بشوفها فيه انه هو شوي 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 بقى اللي هو ايه ما بيعترفش سهل ان انت تخلي الاسد يعترف بغلطه لانه مش شايف حد غير نفسه مش شايف نفسه فقط يعني الشو بيحب العروض يعني بيحب يستعرض كده طبع هم عارفين هو وصق في نفسه جدا 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 زي الحمل بس فيه شعرة صغيرة ما بين الثقة في النفس والايجو بقى الغروف فهو ممكن يكون سنة مغرور بس يعني هو في الاخر وقت يستحق وما في الاخر ناس جاذبين جدا الاسد من الابراج الاكثر جاذبية بعدين عنده حب تملك مش طبيعي يعني لما يكون حد مرتبط ببرج الاسد فانت بتاعي ما يفعش حد يقرب منك ما يفعش حد يجي نحيتك ما يفعش حد يفكر كده يلمسك ولا يكلم عنك ولا يعكسك عنده حب تملك لدرجة انه هو ما بيديش سبيس للبارتنر اللي معاه انه هو ياخد اي قرار هو بخلاص بيبقى مسكه كده متبت عليه انا اللي هاخد القرارات انا الاونر بتاع القرارات فدائما لو معاه بورتنر الاسد اللي هو بيسق في نفسه قوي لدرجة انه هو عايز هو اللي يبقى بياخد كل القرارات فهو بيسيطر لدرجة ما بيديش برسنال سبيس للبارتنر اللي معاه هو مش عايز يدي عايز على طول يبقى مكلبش عليه وماسك فيه عشان خايف يضيع منه خايف يخسره كمان من عيوب بورج الاسد انه هو الانا بتاعته يعني مش بيسمعك كويس الاسد بتلاقيه بيحب يتكلم اكتر وخاصة الاسد اللي هما البيور اللي هما من اول واحد عشر سوري من اول واحد تمانية حد عشر تمانية دول تحس ان هما عايزين يكلموا على طول عايزين على طول يبقوا مسكين المايك ما بيدوش opportunity يعني هو اهم حاجة عنده ان هو يقول اللي هو عايز يقوله بعد كنت لما تتكلمه هو مش هيسمعك اوي مع ان بورج الاسد يا جماعة لما بيحب حد بيستميت من اجل الدفاع عنه بيدي له فرص يعني هو فيه صفات كتير حلوة انا احب بورج الاسد على فكرة اي نعم لا اتطفق معي بسهول اخر انا بحبه طيب بعد كده عندنا بورج العذراء اللي هو بورجي يا جماعة ولهو ميفوش اي عيوب تقريبا ممكن نسكيب بورج العذراء لان مفيش عنده اي عيوب انتوا شايفين في بورج العذراء اللي هو بورجي وركزه قوي في عيوب مالوا كده مالوا بورج العذراء طيب انا اقول بورجي العذراء ده انا هديكو شوية عيوب بقى ده بورجي انا حظاه بورجي العذراء انتقاضي لازع هو بيرفكشنست قوي مثالي زيادة عناليزوم فدايما بتلاقيه بيولقط العيوب ودقيق الملاحظة بدرجة بتخنو اي حد معاه يعني ممكن حد يعمله حاجة بيرفكت حاجة فظيعة ويبقى ناقص حتة واحدة بس زغنطوطة قد كده قد كده يسيب كل الحاجة الحلوة اللي حصلت ويمسك في الحتة الصغيرة انه هو لاحظها واخد باله منها فالعذراء مجهد جدا للشخص اللي بتعامل معاه لانه صعب الارضاء مهما ان الشخص اللي قدامه اديله فهو عشان بيرفكشنست او بيحب الحاجة مثالية بيرفكت وتبقى عايز كل حاجة بيرفكت عايز كل حاجة حلوة فبالتالي بيركز قوي في العيوب وتلاقيه دايما نشوف الحاجة الوشة قبل الحاجة الحلوة الطانية حاجة بيشترك بها مع بورج التول ان العزراء من البراج اللي ما بيعبرش عن مشاعره بيعرف يتحكم اوي في مشاعره هو بورج عملي شوية هو عقله اللي بيتحكم فيه اكتر من مشاعره ومش رومانسي قوي العزراء مش البراج رومانسية يعني اهم حاجة عنده طموحاته شغله عمله فهو مش من البراج اللي بتعبر عام مشاعره فدايما اللي شي اخصر مع بورج العزراء تحسنه مش حناين مع انه احنا نعم جدا كافعال اما ككلام مش هقولك كلام حلو مش هيطبطة يعني ما بيعرفش يهتم العزراء يحب الاهتمام ان البرتنر اللي معايا يهتم به جدا اما هو ما بيعرفش يدي الاهتمام او ممكن يقول ان هو شخص متطلب جدا فهو بياخد اهتمام بس ما بيعرفش يدي الاهتمام اخر حاجة انه العزراء يعني بفكر كتير قوي العزراء تحس انه انت عاد معايا على طول صرحان على طول في ملكوت تاني لانه مش قعد معاك ليش بيفكر في الكلام اللي بتكلمه بس لا بيتكلم في 60 الف او 70 الف موضوع تاني فعلى طول عمال بيفكر على طول دماغه شغالة يمكن يكون بيفكر هو نايم بيحلم اصلا يعني 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 على طول دماغه شغالة 247 يعني بس بس الجماعة في الاخر برج رهيب فزيع جميل كل الموليد بتوق زي الامر الابراج على فكرة اللي دايما شايف انه هو يعني يعني موسوس شوية برضو عشان بس اقول موسوس يعني بيدقق قوي في التفاصيل فحيس انه عنده وسوس قهري كده دايما تحس بيوسوس حاجات غريبة أصلا طيب برج الميزان برج الميزان فالميزان من الابراج اللي احبش مش straight forward في المواجهة لا خالص بعدين برضو في عيب شوية بشوفه في الميزان هو شخصات حشوية يعني بيهتم بالشكل قوي بيهتم بالمظهر بيهتم بالجسم بيهتم بال يعني مش بيغتص في أعماق الإنسان يعني هو دايما تحس انه بيحكم على الحاجة من مظهرها ما بيبصش جوه قوي مش عميق مش شخصة بعميق خالص يعني الميزان سطحي أموك أقول عليه سطحي طيب ندخل بعد كده على برج العرب برج العرب مشكلته الغموض القاهر الغموض المميك يعني أي حد في الدنيا صعب يفهم برج العرب فالعرب من بعيد اللي هو الأتراكتف الجز الأكتر أتراكتف الجز أبو دم خفيف بس أول ما تقرب منه تحس ان انت خايف منه لأن انت مش فهمه وتكتشف حقائق كتير جدا كان مخبيه عنك لأنهم بيديش كل حاجة عنه فبالتالي ممكن من بعيد هتحس ان هو شخص بس أول ما هتقرب منه وتكتشف ان هو حد تاني خالص عمرك ما هتاخد معلومة من العقرب كيف هو عايز تدهلك مش تلقائي يعني شخص مش تلقائي خالص بيعرف إزاي قوي انتقامي جدا العقرب من الأبراج يعني زي زي الحمل اللي هم بيسيبش حقه خالص بياخد حقه بدراعه يعني عدواني في أخد حقه كمان فهو من الأبراج اللي انتقامها قوي وانتقامها صعبة كمان فهو تبقى حضار من انتقام برج العقرب لما يقرر ينتقم منه فهو دايما يعني لما حد يجي انتقم حاجة ليه علاقة بمشاعر بيبقى الموضوع صعب بيبقى فيه كده ايموشنز يعني طيب بعد كده برضو من عيوب برج العقرب بعد كده برضو من عيوب برج العقرب بعد كده من عيوب برج العقرب برضو منهم السهل شوية تحس انه هو شخص كده مش ستريت فورورد يعني مش عارف أقولها إزاي بسنيك شوية بيلف ودور شوية يعني صعب شوية طيب بعد كده برج القوس مشكلة برج القوس موعيده مش حلوة خالص ما بيحبش تحمل مسئولية ما بيحبش الموعيد ما بيحبش القيود ما تأيدنيش فبالتالي تحس نوم وتحرر قوي ما بيحبش حد يطلب منه حاجة ما بيحبش طلبات ما بيحب تسيبه بمزاجه هو عايز مزاجه بس فموعيده وحشة جدا ما يفعش تاخد منه وعود مش سهل يغطي بوعوده هو الجوزاء على فكرة الاتنين دول مش سهل تمسكهم ما بيحبوش الوعود ما بيحبوش يعني ممكن يقول لك على حاجة هو مش عايزة عليك يقول لك ماشي وهنروح وهنعمل وإن شاء الله وبإذن الله يعني يعني لقيني ولا ده غديني هو الجوزاء والحمل على فكرة كده برضه يعني حبيب قلبي روح قلبي يا حياتي انت الحب الحب بعد كده ممكن ما تمشي وقل ومين ده أصلا معرفوش فهو ممكن تدايقك من كتر ما هو صريح يعني برج قصم الأبراجل اللي بتواجه القوية فهو لما ييجي واجه ههواجهك في وشüne بس هو برج القصم ما بيحبش القيود ما بيحبش حد يأييده عايز ينطلق عايز يعني يسافر ويروح وييجي وبيحب الانطلاق جدا جدا بتحس كده انه هو خطى راجل قصم الأبراجل شوية يعني بيحب الستاد بيحب امرأة واحدة اللي تكفي مع برج القوس على فكرة طيب بعد كده برج الجدي برج الجدي من الأبراج اللي هقول عليه أنه بخيل شوية في مشاعره مش معطاق في مشاعره أهم حاجة عنده شغله ومادياته هو شخص مادي شوية يعني بيبقى من أهم الحاجات اللي عنده أنه هو حق طموحاته المادية حق نجاحاته المادية يصنع مجده يعني ما بيعبرش عن حبه بسهولة مش معطاق مش كرياتيف عملي قوي حتى هدايا برج الجدي هتلاقيه حاجات عملية برج الجدي كمان عنده سنة ثقة في النفس جدا درجة إنه ممكن نعتبرها نوع من أنواع هقول غرور برضو يعني شاف نفسه قوي زي وزي الأسد الحتة دي مشتركة ما بينهم وما بين بعض طيب بعد كده لو تقولهم يا عمر هاتب بس الأضاءة اميك هادر انا هقول لهم يا عمر اميك هادر انا هقول لهم يا عمر اميك هادر انا هقول لهم لأ هقول لكم الأكاونت بتاعه يا جماعة ملو له فالو طيب فبرج الجدي برضو شوية ببقى يعني ما بيحسش إن حد تاني بيفهم غيره فهو دايما بيبقى وصق في نفسه لدرجة إنه ما بيسمعش رأي حد غير اللي هو شايفه فهو شوية برضو الحتة دي يعني هو عملي قوي زيادة عن الزوم ودي ممكن يكون بيشترك فيها مع برج العزراء وبرج الطور طيب ندخل بعد كده على برج الدلو برج الدلو من عيوب برج الدلو برج الدلو من الأبراج اللي صعب تحب يعني هم الأبراج يبقى رف يبين عكس مشاعره تماما زيه زي الطور برضو زي العزراء يمكن يكون بيحبك أو بيموتك وبيموت في دبديك وبين عكس اللي جواه شوية متشائم مودي كده تحس إنه هو انت مش فهمه شوية تلقي اجتماعه بيحب الناس ولطيف وكل حاجة وفجأة يقلب يبقى عايز يصعد لوحده مش عايز يتكلم مع حده مش عايز مش عايز تعمل مع حده فتبقى مش فهمه انت مين في دول بعدين برج الدلو برضو إنه هو مسالم قوي هو بيحب السلام وإنسان جدا في نفسه وطيب وكل حاجة بس أحيانا تحس إنه هو حقه بيضيه من كتره ما هو يعني الراجل الدلو كده ستة الدلو صعبة يا ستة الدلو حانتش يقدر ياخد حقها أما الراجل الدلو أحيانا حس إنه هو بيحبش خناية لدرجة ما يضيع حقه يعني هو مسالم لدرجة إنه هو ممكن الناس تيجي عليه بعد كده برج الحد برج الحد يا جماعة ده برج قوميفة أنا بحبه جدا جدا وبرج إنسان وبرج معطاء وكريم وحاجات كتيرة بس دراما 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 يعني حساس بدرجة مميتة دراماتيك قوي نكد بيقال حاجة سقوططة زي السرطاني يكبرها 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 بعدين دايما بتحس إنه هو برضو عنده دايما over expectations يعني دايما بيبقى شايف الحاجة لإنه هو طيب وبهو بيدي كتير قوي فدايما شايف اللي قدامه هيديله زيه فهو بيقى عنده over expectations يا متوقع من ناس حاجات كتيرة جدا ويجي ناس تصدمه فبتصدم ما هو انت اللي بيدي لناس over expectations مش هما لأ فهو بيقى عنده over expectations وغضبه صعب وعنده كمان غيرة قوية جدا وحب تملك وانتقامي الحوت انتقامه صعب يعني زيه زي الحمل زي العقرب اللي هو لو حد جي عليه لأ هو طيق شرار حريم إذا غضب ساعتها مش هسكت أنا هجيب حقي تلت وامتلت وهجيب ناس كمان تجيب لي حقي فهو ما بيسيبش حقه خالص 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 شفوا الشخص الوديع اللطيف الطيب ده لو حد جي عليه أو أذاب بيتحول بيبقى شخص آخر بيبقى مش هسيب حقي ويعني حقي إلا حقي فالحوت over expectations ودراما بقى أماصين يا جماعة قوي 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 بس الحوت مش زي السرطان السرطان هيقود يكتم في داخل الوقت الحوت هيفضحك وهيقتى علاقه بيك وهيخصمك انت تقريبا لو طارق حد حوت هتلاقي منظم وقت انت متخنق معا أم وخصمه يعني هو حساس بدرجة رهيبة شكرا قولولي يا جماعة انتم متفقين معايا ولا لا قولولي تفرجوا علي من فينه انت برج إيه بشكركم يا رب الفيديو يكونوا عجبكم مش عايزة الناس تزعل مني عشان هتقول لما بعمل فيديو لاقي الناس كلها تيجي تخصني وتزعل مني العكسها بحبوكوا قوي قوي وانا اكتر برج قلت عليه عيوبي برجي برج العذراء يعني انا قلت عيوبي انا الشخصية على فكرة Hardly to be satisfied ده اكتر عيد وديماندين يلا كلكم قلولي ايه عيوبكم فعلا وهلا عيوبكم انا قلتها موجودة فيك ولا لا وانت برج إيه قولي تفرجوا علي من فينه عمالوا منشن وشار كتير كتير عايزين ووصل فيديو ده الخمسة مليون فيو عايزين ووصلوا الميت الف لايك تانكي وبحبوكوا باي باي